من القاهرة معي دكتور ماهر فرغالي الخبير في الجماعات المتشددة أهلا بك معنا دكتور ماهر لماذا نتحدث اليوم عن الفلبين؟ نتحدث اليوم عن الفلبين بسبب ظهور داعش بهذا الشكل الشنيع وطبعا هناك حركات متشددة كثيرة جدا في الفلبين مثل حركة أنصار الدين على سبيل المثال وهي امتداد تاريخي لهذه الحركة الداعشية لكن في الحقيقة هم يريدون إظهار كيان وإثبات وجود في مدينة مراوي يعني هو يريد أن يقول أنه موجود هنا وبنفس الشكل نفس الطريقة التي قام بها داعش من قبل في مدينة الشيخ زويد بسيناء بمصر يعني هو دخل إلى المدينة رفع الأعلام فوق بعض المصالح الحكومية ورفع أعلام التنظيم وحاول أن يؤلم الإمارة تدخل الجيش وفك هذا الحصار بنفس الطريقة هو يعني هو بالكربون يريد دخل المدينة فجأة في غفلة من الجيش الفلبيني أعلن أنه أنشى إمارة احتجى زرهائن بنفس الطريقة لكن أنا أعتقد لماذا الفلبين لماذا مدينة مراوي المدينة المسلمة هذه بالفلبين ومنذ متى يحضر نفسه لهذه المنطقة؟ المدينة بها مسلمين المدينة بها امتداد تاريخي كان الحركة عنصر الدين الفلبين بصفة عامة يعني هي قريبة من اندونيسيا وماليزيا وماليزيا بها اتجاه وحركة قريبة من داعش يعني من المرجح في الفترة المقبلة أن يقوم داعش بأي عمليات داخل ماليزيا بالإضافة إلى اندونيسيا يعني اندونيسيا معروفة أيضا بوجود الجماعة الإسلامية فيها الجماعة الإسلامية جزء منها أو بقرب عشير بايع تنظيم داعش هذا الجزء وهناك خطر حقيقة في هذه المنطقة في جنوب شرقياسيا على العموم داعش يريد يعني ممتد يحاول أن يخيم إمارة في هذه المنطقة الفلبين باعتبارها المنطقة الرخوة منطقة طبيعة الأرض طبيعة الشعب فيها طبيعة الحركة فيها والامتداد التاريخي القديم للحركات المتشددة فيها دفعتهم لإعلام الإمارة وكانت هي أخرى بالأماكن المرجحة لذلك نعم وحتى يعني هناك المسؤولون في فلبين يتحدثون بأن المعركة ليست سهلة كما تقول حضرتك يعني غير جاهزين يعني الجغرافية صعبة على الجيش الفلبيني لكنهم أعلم بطبيعة هذه الأرض بطبيعة الأرض صعبة جدا بها غابات هم يعرفون الأماكن جيدا هناك لكن أنا أعتقد أن المعركة ستنتهي يعني لصالح الجيش الفلبيني ما مدى خطورة هذا التنظيم هناك دكتور ماهر؟ لا طبعا المنطقة منطقة تجارية دولية عالمية يعني من الصعب جدا أن يسمح العالم بوجود تنظيم الرهابي تكتير بهذا الشكل وجود هذا التنظيم بهذا الشكل هو طرار وحالة غروب من تقلصه وانهزامه في الرقة وفي الموصل وفي هذه الأماكن دعمه لفرع بهذا الشكل لمعنى للمجندين يستخدم أعداد جدد يستطيع أن يدرب بهذه الأماكن يستطيع أن يمول حركات أخرى هذا كله خطر جدا لا بد أن تنتهي هذه الحركة أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور ماهر فرغل الخبير في الجماعات المتشددة ترجمة نانسي قنقر